تقتك يا برج القوس يعني في عندي شوية لخبطة فممكن تكون يا برج القوس مهتم بحياتك العملية او ممكن تكون في عندك مسئولية او ما في بيط او يعني في عندك شغل فالشخص اللي انت بتحبه او بتفكر فيه انت حاسس انه بيمر بمرحلة من اللخبطة او الانفصال او حاجة فيها وقت اختيار بالنسبة له فممكن تكون شايفه انه روحاني او انه بيتواصل معك روحيا بشكل عالي كمان والشخص ده باين انه في الوقت الحالي واقف مستني ومنتظر الوقت المناسب علشان ياخد خطوة وهو حابب يعمل توازن وحاليا هو مشغول بحياته المادية كمان يا برج القوس طلع لك او ورقة يعني راح نشوف او ورقة النصيحة لانه بشوف انه عنده علاقة بالقراءة اه ها بتقول لك انت دايما تتقفي ربنا وربنا بيوجهك ازاي وعارف انه ربنا اللي بيوجهك يعني انت محتاج تخرج وتتفسح اه وتفرح وما يعني ما تتوقفش عندك كده وبتعيش حياتك فالورقة بتقول لك لو حد مثلا طلب منك انك تتكلم فما تتكلمش حتى تفكر بكلامك هل هو كلام منطقي حقيقي فيه رحمة لطيفة فواضح عندي يا برج القوس انك اه هاي الفترة بيتفكر كثير كمان الشخص اللي انت بتفكر فيه ده بيمر بظروف يعني ظروف صعبة كمان عنده انشغال جامل يعني هو مشغول كثير وطلعت له ورقة بتقول اه يمكن فيه اشياء واقفة بيناتكم واقفة بين علاقتكم او ممكن حتى انكم تكونوا فيه علاقة زوجية وانت متعلق في الوضع هذا والشخص ده ممكن يكون فيه علاقة فعندي طاقات كثيرة في عندي طاقات طلعالي في القراءة كثيرة كمان طلعلك ورقة يا برج القوس بتقول لازم انت تركز في الورقة اللي طلعولك بخطوات صغيرة ولكن خطوة خطوة هتلاقي في التغيير كبير حصل يعني بخطوة صغيرة منك رح تلاقي في التغيير كبير حصل فالشخص ده طلع له ورقة بتقول انه انسان طيب وروحاني جدا وانسان مهتم بالناس اللي حواليه وهو مش فاضي يعني مشغول مش فاضي يهتم بنفسه هو بيهتم بالناس اللي حواليه او بشخص معين وغالبا هتكون انت لانه طالع الورقة انه بيفكر فيك كثير اهام اوي وكمان هو بيفكر انه لازم يهتم فيك لانه حاسس انه مدلكش الاهتمام اللي انت تستحقه وما كانش وما كان بيهتم بيك الفترة الماضية كمان هو عارف وحاسس انه انت وشايفك كمان انه انت انسان طيب وقلبك حنون وحاسس جواته انه فيه صداقة عميقة جواتكم انا بحاول يعني اتكلم بلغة تفهموها لانه لهجتنا احنا اه صعبة لهيك انا عم حاول اه اشرح للكم بلغة تفهموها كمان عم شوف انه اه 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 فيه حاجة فيه حاجة واقفة بينكم واقفة بين الارتباط تبعكم فممكن تكونوا انتم من بلاد مختلفة يعني اه بلاد مختلفة طوائف مختلفة او ممكن يكون اه واحد فيكم متزوج وحتى لو كان اه اه ا 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 فانت كمان بتفكر تستبق ولكن انت متعلق مع هذا الانسان فيه علاقة حب كبيرة جواتك اما هو حاليا فبيحاول يزبط نفسه بيحاول يزبط نفسه ومشاعر اتجاهك فمشاعر اتجاهك هي مشاعر ناضجة وكمان هو عارب انه فيه طريقة تانية يقدر من خلال انه يقرب الموضوع بيناتكم وعلى فكرة هو حدا متواصل معاك جدا روحيا وبيفكر فيك كتير طالع لي ورقة انه بيفكر فيك كتير وشايفك انسان اكتف كتير وصريح وواضح وبتتكلم بطريقة مباشرة وشايفك كمان انسان بتحب الخير كمان هو يعني شايفك انه عصب شوية ومتسرع وعايزه يتصرف بسرعه ويجي بسرعه هو عاوس وبيفكر فيك طول الوقت كذلك انت شايف انسان جميل وكويس يعني انسان جيد جدا وشايفه من عالم اخر يعني مختلف عنك سواء من بلد تانية او الطريقة اللي انتو تربيتوا بها هي طريقة مختلفة عنك وانت كذلك شايفه حلو والانسان ده ممكن يكون مسافر لاني وقفت الفيديو حاولت اطلع الورقة عشان اتأكد اكتر طلع لي انو الشخص اللي احنا بنحكي عليه طلعت له ورقات انه ممكن يكون مسافر لبلد او في بحر بيناتكم يعني هيك كذلك انت شايف انه انسان ناجح عاجبك بصراحه آه عندي كدلك عندي انه الشخص هذا خلال الشهر اهه خلال هذا الشهر يحب دياله لك غيزيد غيزيد بزاف يعني هيزيد كثير وتفكيره اتجاهك هيزيد فاذا كنت انت لسا بتحبوا بعض وما تصرحتوش لانه في طاقات كثيرة عندي يعني طاقات مختلفة او حتى انكم بتحبوا بعض ولكن ما تصرحتوش وانت حاسس انك حبيته من اول نظرة فهو بيفكر فيك كمان في عندي فطاقة منفصلين كمان هون ورغم الانفصال في الحب حتى ونسا ما تصالحتوش فخلال الشهر هذا يعني هو حيبقى داخل فطاقة الحب في مشاعر اتجاهك مشاعر فياضة رح اطلع ورقة اشوف خلوني مشاعر فياضة ايضا ايضا في مشاعر طلعت لكم ورقة بما اتأكد في مشاعر فياضة كأنه مشاعر الصلميس وانت حاليا في الشهر هذا ستبقى مهتم بحياتك الشخصية وبنجاحاتك يعني هتحاول ونجاحاتك العملية لاني شايفة انك عايز تستقل بحياتك وتحس انك مش محتاج لشي واحد يعني مش محتاج لحد وبتعمل كل حاجة لوحدك كذلك انا شايفة انك هتطلع للحياة وده الشيء الصحيح لانك كل ما كنت انسان ايجابي لاشياء الاسابية بتيجي لحياتك قلتلك انا شايفة انك هتطلع للحياة للطبيعة الطيور تتفسح ممكن تكون هتسافر بلد تانية يعني ممكن تتفسح او مدينة تانية تغير جو ولكن انا شايفة انك عايز تبقى لوحدك تقدي وقت مع روحك مع نفسك لوحدك فراح نطلع ورقة خليها يشوف راح تسئلك الورقة ها الورقة طلعت لك مرة تانية خليني يشوف كأنه عندك سفر قصير طلعت لك وطقات سفر قصير هناك خلاف حول سفر قصير ها الورقة سأقول باين عندي انك متلخبط يا برج القوس وحاسس انك مش عارف تفكر او تحسن الموقف الموقف داث القصة هادي فممكن تكون حاسس ان الشخص دا ملخبطك مش عارف تفهمه كذلك في ناس منكم بيفكروا ان الشخص هذا مش موجود او بعيد عنكم او بتشوفوه يعني كأنه بعيد ما بيفكرش فيكم يعني انتو بتفكروا هيك او ظروفكم مش مناسبة وانت بتفكر انه العلاقة دي مش ماشية كذلك خلينا شوف او ظروف احشوف لكم الشهر هادا الورقة تطلعت لك ثاني شو مشكلة الورقة هادي هادي قراءة عاطفية وش لازم تطلع الورقة هادي او خلوني اتعى في فلوس جيالك يا برج القوس او في هدية راح تجيك فواضح انكم خلال الشهر هذا ان شاء الله هيكون في ارتباط بينكم هيبقى في تواصل هيبقى في تواصل روحي عالي بينكم وفي كلام اه وهو هادا الموضوع هيجي من الحبيب يعني هو اللي حيتحرك هو بيفكر يتحرك الحبيب حيتكلم معك وحيقول لك كلام حلو يعني طلعت لك ورقة هاي الورقة اه وحيعبر لك عن مشاعره اه ولو كان هو متباعد او ده حب جديد فهو برضو حيقل لك مشاعر ايه اتجاهك. والعلاقة دي حيكون فيها شفاء. كمان ممكن انتم تشتغلوا مع بعض في حاجة. ممكن تعملوا حاجة تشتغلوا فيها مع بعضكم. وتعملوا اتفاق. فاذا كنت انت زعلان منه في حاجة. اه فالورقة بيكون لك اصبر عليه لان الشخص ده بيحبك كتير. برد يعني الظروف اللي صارت. بغض النظر. هذا اول مصطلح صحيح. بغض النظر عن الشي اللي صار. لان الشخص ده حاسس انه ما كانش عاطك اهتمام. وحاسس انه انت محتاج اهتمامه. ومحتاج انه يعطيك وقت. اما انت يا برج القرص فحتكون مركز على حياتك وامورك العملية. وحتكون اه حيكون بينكم اه تواصل روحي. في اتفاق. في فرصة انكم تعملوا توازن وتوافق. طالع عندي انكم حتتكلموا مع بعض اه هالمرة بطريقة مختلفة. والشخص ده حيقرب اه حيقرب عليك بالحب. اه وانت في الفترة هذه اه متلخبط. ومش عارف الانسان ده يعني ماذا يريده منك بالضبط. اه من رغم من انه عاجبك. الشخص هذا عاجبك. وانت شايفه حاجة كبيرة. اه الكارت اللي طالع لي بيقولك الموقف هذا. انت محتاج تكون مشاعرك ناضية. ومحتاج التقة. في العلاقة. واضح انه في لخبطة كبيرة. العلاقة هذه. كمان بيقولك اه في ناس اه اه كويسين يعني مناح. فاذا كنت قلقان من الشخص هذا. وبتفكر اه الشخص هذا عايز مني ايه? اه لسه بيحبني ولا لا? اه ايه اللخبطة دي? ليش بيعملها? ليش بيتصرف هاي الطريقة? فانت ما تقلقش منه. يعني ما تكون قلق منه. لانه الشخص ده اه مشغول في حاجات مع اسرته. ومشغول حاجات تانية. وهو حاسس انه مدكش الاهتمام. وحاسس انه لازم يعيد حساباته اتجاهك. لازم يعيد حساباته معك. وبقول لك الورق هنا انت ممكن تعتمد على النصائح من الناس اللي حواليك. لانهم ناس اه كويسين. يعني جيدون. حاولوا. كويسين. وفي حد منهم حيساعدك. وحيساعدك انك تطلع من اللخبطة دي. عشان تغتاح. كمان بيقول لك الورق الشخص ده اللي انت بيتفكر فيه. انت تقدر تتق فيه. وتعتمد عليه. كمان ممكن انت تكون الشخص ده. لانك شخص طيب. وانت شخص يعتمد عليه. ويقدر الانسان اه ياتق فيك. وانت قادر انك تدي نصائح. فانت اه يبرج القوس الشهر ده. فتبتدي تزبط نفسك. وحتبقى في طاقة استقلالية. في نجاح عملي عالي. امشوفه عندك. كمان هتبقى ظاهر في منتهى جمال. يا جمال ويا برج القوس. هتبقى عندك ثقة عالية جدا في نفسك في هذا الشهر هذا. كمان اه كذلك عندي كارتين. هاد الكارتين لما يطلعوا مع بعض. يعني هون. لما يطلعوا مع بعض. خلوني شوف لكم. يعني انه حيكون عندكم تواصل. روحي عالي. وحيكون عندك نوع من التسليم. هتسلم الامور لربنا. وغادي تبدأ الثقة تزيد. يعني الثقتك راح تزيد. عندك. في اتجاه الشخص ده. حقيقة. يعني بشكل عام. الشخص هذا شخص منيح. كتير. برض النظر عن العيوب وعن الشغلات اللي سواها. فهو جواته شخص منيح. وما عندوش نواية سيئة اتجاهك. ولا انت صراحة. صراحة العلاقة هذه علاقة هادئة. سواء كنتو تتترحتو او ما تتترحتوش بالحب. او حتى لو كانت علاقة طويلة ولسا ما كلمتوش عن الحب. او في وضع تاني يعني وضعية تانية لانه هو عنده مشاكل تانية في حياته ودلم خليه ضايع مش عارف يتصرف برد النظر انه عاقد جدا وروحاني جدا انا سأقول لكم الابراج اللي ظاهرة عندي في القراءة عندي برج الجوزاء برج الميزان كمان او الابراج الترابية يعني مش كثير برج الدلو دلو طلعال وقراءة منيحة كمان في طاقات نارية ممكن تكون طاقتك انت كمان في طاقة مائية سرطان عقرب حوت في طاقة هوائية فخلال الشهر ده وممكن نزيد عليه شوية حيكون في تواصل روحي عالي جدا وحيكون في تفاهم بينكم بدل الاخبطة اللي انتو فيها سيبقى في شفاء لانه الشخص ده عايز يددك اهتمام هو حاليا غارك في تفكير شنو هالتفكير اللي غارك فيه لانه تأكد اكثر هال الملاحظة راح اقولها بعدين الورقة ده تلعت لك المرة الرابعة خلوني تأكد ما علينا الشخص ده اللي تلكم هو غارك في شغلة عم بيفكر عم بيعمل اختيار لانه في طرف ثالث والطرف الثالث من ناحيته هو هو بيفكر يحسم الموضوع ويحسم امر الطرف الثالث طرف الثالث ده وياخد موقف من العلاقة هالي كمان ما اكذب عليكم راح اقولها الملاحظة اه عم شوف هون اه اه في اه 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 كأنه في اه ناس عم يدعو الله طالع الورقة هون مشان حبيبهم عم يدعو بصراحة راح اقول لكم عم يدعو بالزواج يتزوجوا هالشخص ويعيشوا حياة سعيدة في ناس عم يدعو مشان اه حمل يكون عندهم ولد اه اه في مشاكل عم شوف طاقة الدعاء طالع هون وما اكذب عليكم طالع عندي ورقة تبع استجابة الدعاء هاد الورقة هادي ورقة كأنه في بتفكر وفي سفر في خلاف حفل السفر هالورقة طلعتلي ثلاث مرات بحشوف هاي الشغلة منو اني خلصت يا الهي هاي الشغلة حلوة لا لا خلاص 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 شغلتكم حلوة قلت لكم انا عم شوف في هون في طاقة دعاء كبيرة في عندي انا عم كملت انت مو مشكلة اكمل هالشغلة هذي اللي شفتها هالطاقة الدعاء هالانسان هذي او الانسان هذي او الانسان هذي عم يدعو بشو عم يدعي اه كأنه في زواج كأنه في اوراق اه رسالة توصلوا من الحبيب فانا حب خبرو انه اه هون طلع عندي ورقة استجابة الدعاء وكملت القراءة اتأكد طلعت الورقة الثانية نفس الورقة نفس الدعاء اللي دعاه اللي عم تدعيه طلعتلي اه ها وطلعتلي هالورقة في زواج يعني في استجابة وفي اخبار حلوة رح توصلكم يعني هالاوراق هذي اوراق مبشرة كتير وطلع طلع علي الشخص اللي بتحبوه وسط الاخبار الحلوي وسط اه يعني ورقة الزواج هاش حلوني اشوف لكم شو رح يطلع هالشي اللي طلع عندي اخبار حلوة اخبار حلوة يعني في اخبار حلوة جاي لكم يا برج القوس والله هالا هالورقتين بتلاتة فالهم كتير حلو اه في اخبار حلوة عن الحبيب رح توصلكم فانا حبيت شل هالنقطة عشان القراءة تكون كاملة عندي فربنا معاكم يا برج القوس قلولي ايه رأيكم في القراءة وتركوا لي تعليقات عشان اعرف ايه الاخبار وما تنسوش تعملوا اشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم اشتركوا في القناة